اشتركوا في القناة شرطا إلى مطار الجزائر الدولي نشاهد الوزير إذن نشاهد وصول الشيخ محمد بن راشد في استقباله الوزير الأول أيمن عبد الرحمن بن عبد الرحمن إذن نشاهد في مطار الجزائر الدولي مطار واري بومديين وصول الوفود العربية تباعا لحضور القمة في الجزائر إذن هذه القمة التي يراهن عليها العرب ويراهن عليها الشعوب العربية بالنظر للأياد الآمنة التي احتضنتها أياد الجزائر أياد الشهداء أياد المجاهدين أياد الوفاء أياد الاستمرار والتواصل إذن نشاهد في مطار هواري بومديين كما قلنا تواصل وصول الوفود العربية لحضور هذه القمة القمة التي تحتضنها الجزائر والتي تريد منها الجزائر أن تجعل من هذه القمة قمة الانبعاث قمة افتكاك مكان تحت شمس العالم العالم المتجدد الذي لا يعلم أحد في العالم اليوم كيف سيكون ولكن الجزائر تريد أن تعرف الجامعة العربية وأن يعرف العرب كيف ينبغي أن يكون في المستقبل بصناعته الآن في قمة الجزائر إذن وصول شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية إلى الجزائر لحضور هذه القمة رفقة وفود وفود زعماء عرب كلهم جاءوا ولحضور هذه القمة التي تحتضنها الجزائر جزائر الموثوقية جزائر الأمن والأمان جزائر الوقوف على مسافة واحدة من كل دول العالم من كل الأشقاء العرب جزائر احترام سيادة الأوطان جزائر التي لا تملك أجندات الجزائر التي تحترم السيادات وتحترم قرارات الدول جزائر التي تحترم كذلك الجوار وتحترم الشعوب وتحترم الثابتة في المواقف التي خطها الشهداء عليهم رحمة الله وثبت عليها المجاهدون كذلك وثبت عليها الخلف ديبلوماسية جزائرية راقية ديبلوماسية جزائرية ضربت أرقى أو أعطت أرقى الدروس في العالم وأثبتت نجاعتها في العديد من المحطات والملفات والمواطن العربي الكريم يعرف مدى نجاعة الديبلوماسية الجزائرية إذن مشاهدين الكرام نشاهد وصول الوفود اتباعا إلى الجزائر لحضور هذه القمة التي احتضنها نوفمبر هذا الحدث التاريخي الذي كان سببا في ميلاد هذه الأمة في انبعاث هذه الأمة في تحرر هذه الأمة ومعها العرب ومعها كل الشعوب كل الشعوب المستضعفة إذن مشاهدين الكرام أرحب بضيوفي الكرام أسعد في هذا الجزء الثاني باستضافة الأستاذ محمد رزيق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر مرحبا بك على قناة البلاد وفي هذه المتابعة الخاصة وبكم شكرا على الدعوة كما أسعد كذلك باستضافة الأستاذ علال نائب رئيس علال بوثلجة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مرحبا بك أستاذ علال في هذه المتابعة الخاصة كذلك مرحبا بك سيد محمد لك والضيوفك الكرام وشكرا على الاستغافة أستاذ الهواري تغرسي مرحبا بك وأنت الخبير الاقتصادي والمحل الاقتصادي واليوم الاقتصاد حاضر بقوة في الجامعة العربية وفي هذه القمة العربية التي تحتضنها الجزائر شكرا على شرف لك إذن ضيوفي الكرام دعوني أبدأ معكم من التحديات اليوم العالم العربي يعيش وراهن راهنا ليس بالقدر المحتوم راهن يمكن أن يتحول إلى رهان وذلك ما تعمل عليه الجزائر إذا تكرمتم نبدأ مع الأستاذ محمد رزيق هذا الرهان الذي تراهن عليه الجزائر والذي تريد من خلاله أن تقذف بالعالم العربي إلى المستقبل بالأمة العربية إلى المستقبل ما هي هذه الرهانات التي يمكن أن يتصورها الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والتي يطمح إلى تحقيقها المواطن العربي البسيط نعم شكرا على السؤال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله البلاد العربية وما تشهده من اضطرابات جيو استراتيجية خاصة بعد تربع بعض القوى الدولية على سدة الحكم العالمي وخاصة بعد الحرب الأخيرة التي اندلعت بين روسيا وأمريكا في أوكرانيا أيوة بين روسيا وأمريكا في أوكرانيا والكلمات لها دلالات العالم يشهد إذن تغير جيو استراتيجي هذا التغير هذا إن لم نكن نحن العرب نحن الأمة العربية نحن البلدان العربية في المستوى المطلوب معناه تحذيرا واستعدادا ودراسة وإقبالا ليس إدبارا فإننا سوف نبتلع وسوف معناها نأخذ الواحدة بعد الآخر وربما وربما معناه سوف تكون اعتداءات في وضح النهار على منطقتنا خاصة وأن اليوم الرهانات المطروحة هي قضية الغذاء قضية الطاقة قضية الطاقة وما قد راكم الطاقة العالم كله اليوم معناه يستميت من أجل الطاقة بل سمعنا أن مسؤولا من إحدى الدول الأوروبية صرح منذ أسابيع أو ربما أشهر قليلة قال نحن مستعدون حتى أن نهاجم هذه الدول وكان يقصد الجزائر لأخذ الغاز ولأخذ البترول إذا كان لابد من ذلك إذن فبناء على ما سبق على البلاد العربية أن ترفع التحدي أن تستعد لما هو حاضر وأن يكون لها مشروع ورؤية استراتيجية وإلا وإلا لا سمح الله إذا ما كانش عندها رؤية وما كانش عندها مشروع سوف تكون مشروعا لقوى كبرى في هذه المنطقة إما أن تكون مشروعا أو أن تكون مشروعا لغيرها يعني أن تصنع مشروعها أو أن تكون مشروعا لغيرها أستاذ علال بوثل جواء تذير من أستاذ هواري تغرسي بمعنى أنه اليوم القمة العربية في الجزائر في شهر نوفمبر أستاذ علال عندها رهانات تتعلق بالمستقبل أكثر من الماضي برأيكم بمعنى أن الجزائر لا تريد من القادة العرب أن يبقوا رهائن سجناء لحظة الماضي بل تريد الجزائر من الأشقاء العرب أن يصنعوا المستقبل اليوم في الجزائر ورسم المستقبل من خلال قمة الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين شكرا ناسي محمد على الاستضافة مرة أخرى أنا أقول بأن القمة العربية هذه كل شيء فيها استثنائي وكل شيء فيها يستوقفنا أن نقف عندها أولا هي قمة عربية تأديب بعد ثلاث سنوات من الانقطاع لأنه ظروف صحية منع يعني العالم توقف العالم توقف والاجتماعات من هذا النوع توقفت الأمر الثاني الذي جعل منها استثنائي أنها تتصادف واختارها السيد الرئيس الجمهورية أن تتصادف مع ذكر اندلاع الثورة الثورة يشهد لها العالم لا يشهد لها الجزائريون فقط وثورة شارك فيها كل العرب بدون استثناء كل حسب إمكانياته في هذا الوقت هي قمة استثنائية لأنه سقف الأهداف فيها عالي جدا الجزائر استبقت الأهداف بلقاء الفرقاء الفلسطينيين والهدف منه كان أنه نعود ونرجع القضية الفلسطينية إلى أولويات الأولويات وإلى الرقم واحد في أجندات القيمة العربية بعدما كانت كانت عدة محاولات لتغييبها أو السكوت عنها أو تدحروجها إلى غير المرتبة الأولى في أولويات العرب بمعنى أنه العلاقة بين أستاذ علال حتى يفهم المشاهد الكريم أو نبسط له أو نوضح له الرؤية والمشاهد فاهم يعني أنه العلاقة بين القضية الفلسطينية وبين الجامعة العربية هي علاقة وجود وعدم متى وجدت القضية الفلسطينية وجدت الجامعة العربية ومتى زالت القضية الفلسطينية زالت الجامعة العربية هل يتأتى لي أن أفهم هذا منك أستاذ هي القضية الأم حبة من حبة وكريها من كريه لما نتكلم على جامعة عربية ونتكلم على وطن عربي موحد وانت عندك جزء من الوطن العربي محتل ولا تجعل من أولوياتك رفع الاحتلال ومحاربة الاحتلال وطرد المحتل من هذا الجزء العربي فأنت لا تمشي في الأهداف بالترتيب اللي يلازم هذا هو المغزم الموضوع زيد على ذلك هو أن القضية الفلسطينية عندها تداعيات كثيرة موش فقط على الوطن العربي كوطن عربي لأنها مربوطة بقوى عالمية والقوى العالمية هذه كل منها عنده عمق داخل الدول العربية القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات وقلت أنه هذه المرة سقف الأهداف رفع علاش لأنك ربما منذ 2002 منذ قيمة بيروت والمبادرة العربية للسلام التي تقريبا زادت كمولود ميت القضية كانت كل مرة تتأخر في القرارات الجامعة العربية وموجة التطبيع في السنوات الأخيرة وكل شيء كل هذا جعل من الطيار يتجه إلى جهة الآن الجزائر رفعت التحدي حتى هي مش تمشي ضد الطيار ولكن حولت الطيار إلى قناعة الجزائر والاتفاق الفلسطيني يوثي بذلك أعادت الأمور إلى نصابها أعادت الأمور إلى نصابها هو تحدي كبير لأنه لازم نقرأه في التوازنات العالمية الآن الحرب الروسية الأوكرانية لكذلك تعاود ترجع إلى القطبية الثنائية رسالة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القمة العربية رسالة الرئيس الصيني إلى القمة العربية ولقادة الدول العربية تعني الكثير بأنه هذه القمة العربية من خلال سقف الأهداف انتاحة رجعت الدول العربية ورجعت الجامعة العربية إلى التوازنات الدولية الحقية وصبحت حقيقة لاعب أساسي واللي رح يكون ابتداء من غد اليوم وغدا أكيد رح يكون مختلف جذرين على ما كان الأمس وقبل الأمس نعم مستاذ الهواري هل في تقديرك اليوم يعني هذا الظرف الذي تنعقد فيه الجامعة والقمة العربية في الجزائر الظرف الدولي كما قال ضيوفنا الكرام إضافة كما قلتنا إلى الراهن العربي اليوم يفرض على القادة العرب مسايرة الجزائر في طموحها المرتبط بالسماء يعني طموح لا سقفة لها في الجزائر في هذه القمة والخوض في ملفات ربما يعني ضحرجت في السنوات الماضية إلى مراتب متخلفة جدا تريد الجزائر إعادتها إلى السكة هذه المرة باعتبارها هي الرهان الذي ينبغي تمسك به يعني في الجزائر لإعادة الروح لهذه القمة حتى يتسنى للعربي افتكاك مكانة تحت شمس العالم المقبل يعني الذي لا ندري كيف سيكون في الحقيقة طبعا محمد هو ترتيب للبيت العربي لأنه شفنا طبعا الرهانات في الماضي وشفنا طبعا المشاكل طبعا في الحاضرة وهنا نحكو على نقطة فلسطينية بالنسبة لنا هي نسبة أو فكرة عقيدة بالنسبة للجزائر وحتى بالنسبة للمواطن العربي فلسطين هي فكرة عقيدة لأنه هنا نحكو طبعا على ظروف وتاريخ وطبعا دين وهنا مهم جبدا لما نحكو على فلسطين حاجة لولا أنه هناك طبعا حركية وشفناها مؤخرا من خاصة النقطة اللي نحب نركز عليها لأنه المنظومة جاءت لأساس نعم سياسوية ولكن الحدث جاء لأساس اقتصادي بحث لأنه شفنا مشاكل موجودة في كثير من دول العربية مشاكل طبعا أمنية مشاكل طبعا صراعات سياسية موجودة وطبعا حركية كبيرة ولكن بالمقابل نشفنا طابع جيوسياسي بالنسبة للعالم في المرحلة السابقة وشفنا تغيير الصورة وتغيير كذلك الخارطة العالمية نظن لما نحكو على الدول العربية نعرف أنه إمكانيات خمسين بالمئة من طاقة سواء بالنسبة للفيترول سواء بالنسبة للغاز طبعا تمتلكه هذه الدول كيف يمكن أنه إمكانياتنا بهذا الجانب هذا ولما نحكو على الرئيس الأموال اللي موجودة قدربا أكثر من 8000 فطبعا مليار دولار موجودة في دول العربية يعني أستاذ هواري تريد أن تقول معذرة يعني معذرة مدابية يعني حتى نوضح الصورة للمشاهد الكريم حتى ينخرط معنا في النقاش تريد أن تقول أن العالم في المستقبل لن يعترف بالفقراء لن يعترف بالضعفاء لن يرحم الفقراء أو الضعفاء ونحن الفقراء في العالم العربي أو الضعف في العالم العربي ليس ضعفا مزمنا بل هو يعني يمكن أن يتغير يمكن أن نغير من حالنا والقمة العربية تريد أن تغير من واقع العرب من خلال الثروات والاقتصاد والتجارة وغيرها يعني أكيد الجزيرة طبعا من صورتها الحالية تريد ليس طبعا تريد الضفر بوحدها وشفنا أن الحركية التي كانت موجودة في المرحل السابقة سواء بالنسبة لمفوضة الاتحال الأوروبي شفنا طبعا تاقم فرنسي تقريبا أكثر من 15 وزير كثير من الدول طبعا زارت الجزيرة لهدف بينه لهدف طاقوية كيف يمكن أنه تطبيع من الجزيرة وطبعا تحقيق هذا المنافع الجزيرة لا تورده إذن هذا صورة الجزيرة اللي هو يعتبر بلد من 22 بلد موجود في الدول العربية كيف يمكن طبعا مواجهة المشاكل الخطيرة اللي كان ذكرها الأستاذ ومجابه طبعا المشاكل العصيبة في المرحل القادمة كيف يمكن أنه وانطلاقة من تصور الجزيرة الواقعي بالنسبة لهذا التكتل بالنسبة للإمكانيات الموجودة في هذا الفضاء كيف يمكن أنه نأخذ موقعا نأخذ تكتلا نأخذ طبعا استراتيجية مستقبلية الهدف الأساسي طبعا هو خدمة المواطن العربي المواطن العربي ينتظر طبعا في مخرجات هذه اللقاء اللقاء طبعا وينتظر مش فقط مش فقط لأنه مخرجات ولكن خريطة طريق بالنسبة للمرحلة القادمة وسيمو حملنا تقطع مهمة جدا أنه راح تكون ضغوط كبيرة على الدول اللي طبعا لم تركب طبعا هذه الخريطة أو طبعا هذه التصور اللي كان موجود في قمة الجزيرة المسؤولية كبيرة بالنسبة للمسؤولين كل العرب والمسؤولية كذلك بالنسبة لدول العرب خاصة في حماية بعض الدول الضعيفة ومش ضعيفة ضعيفة في عمل السيل ضعيفة في مشاكلها الداخلية ولكن بالواقع اللي موجودة عندها يتعتبر دول غنية كيف يمكن تحويلها الدول نعطي مثال فقط لما نحكو على موريطانيا طبعا تشوف أنه إمكانية طبعا صغيرة مشاكلها موجود كبيرة الفقر تقريبا في موريطانيا ولكن لما نشوف المواد الخامة اللي موجودة في موريطانيا والتي تبايع طبعا الأساس مواد خامة لا صناعة تحويلية ولا صناعة طبعا نهائية ولا صناعة نصف مسنعة هذه إشكالية كيف يمكن طبعا تحويل لأنه الهدف الأساسي من خلال طبعا الشراكة ثلاثة نقاط أساسية تحويل طبعا تكنولوجيا تحويل رأس المال وتحويل أو تحرك العنصر البشري بكل بساطة نظن لما توفر الأمور هذا بالنسبة للدول العربية وحتى أنه من منطقة غير منطقة طبعا اجتماعية أو منطقة أحد آخر أنه لما تكون نية بالنسبة للتحقيق الاستمارات نظن الربحية اللي موجودة في هذه الدول وهنا طبعا النقطة الأهم اللي هو الأمن الغذائي الأمن الغذائي هناك دول عربية من بينها سودان من بينها طبعا العراق من بينها طبعا الجزير من بينها مصر كذلك يمكن طبعا تحقق سلة بلدان عربية من خلال حتى التكاليف تكاليفها ممكن تكون جد منخافضة مقارنة مع عملية الاسترادة للمواد الغذائية من أوروبا وخاصة أنه نعرف الأزمة التكاليف بالنسبة للوسائل النقل يتمثل فيها حالة 40% من قيمة الأشياء طيب الآن ضيوفي الكرام هل برأيكم اليوم الوضع العربي الراهن ارتفاع وعي المواطن العربي إذا راكوا لما يقع في العالم نقارنوا مثلا بين قمة 2005 وقمة 2022 نلاحظ أن هناك اختلاف كبير جدا في حجم المعلومات وفي حجم المعلومات الواردة حول القمة العربية هذه هل برأيكم اليوم المواطن العربي الذي أصبح العالم بالنسبة إليه شاشة كبيرة مفتوحة سيفرض على القادة العرب هذه المرة ولو بشكل أو بآخر على الأقل الوفاء بالتزاماتهم داخل الجامعة العربية على الأقل الذهاب لإصلاح الجامعة العربية على الأقل الإبقاء على الجامعة العربية مظلة فعالة تحميه وتحقق له أحلامه وأمانيه أسمع منكم جميعا تفضل أستاذ ثم لكم الكلمة نعم منذ آخر مؤتمر للقمة العربية انعقد بالجزائر في 2005 إلى يومنا هذا عندنا معناه 17 سنة ماذا حدث في هذه الفترة الذي حدث هو أن العراق وكان قبل ذلك بسنتين قد يحتل نعم أبريل 2003 وبيعت ثرواته يعني نعم عدوان كبير على سوريا على ليبيا وما زالت سوريا إلى يومنا هذا تعاني من الأمر تدمير دولة تسمى ليبيا وهي على حدودنا نشترك معها في ألف كيلومتر من الحدود اليمن كذلك دولة معناها تدمرت وضربت والفقر الذي رأى السيد في اليمن والمشاكل الذي رأى السيد في اليمن لا يعلمها إلا الله هذا معناه بالصورة البشعة الآن إضافة إلى ذلك هو أنه في الفترة هذه الأخيرة أسعار البترول معناها من 2005 إلى هنا إذن ارتفعت في فترة معينة ووصلت إلى أقصى حد لها لكن للأسف الشديد على الدول أن لا تبني سياساتها على المورد الواحد لماذا؟ لأنه إذا تغيرت الأسعار سوف تضرب ميزانيات هذه الدول وسوف تصاب بخلل لا أول ولا آخر له من 2014 بدأ في التراجع ما أريد أن أقوله أن هذه المشاكل وهذه الإختلالات التي تشهدها المنطقة العربية وهذا إجابة على السؤال تاك جعلت من المواطن العربي سواء في المشرق أو سواء في المغرب يتطلع نحو معناه البحث عن حلول دائمة وليس حلول ترقيعية لهذه المشاكل والحلول الدائمة ما نعرفه نحن في العلوم السياسية هو نظرية بناء الدولة أني لما أبني دولة بأركان واضحة وبرؤية واضحة وبأهداف واضحة فإن هذه الدولة سوف تتحسن أوضاعها يوماً بعد الآخر وأنا متأكد بأنها سوف تخرج معناه من باب المشاكل وباب الأخطار ولنا في ذلك الكثير من الدول التي رسمت خطط استراتيجية واليوم نرى أنها قد قطعت أشواط في العملية التنموية وفي العملية السلمية وفي العملية الاجتماعية واضرب مثلاً بالكثير من الدول نعم تزائر أحسن مثال نعم واضرب مثلاً بذلك الكثير من الدول إذا المواطن العربي يبحثوا عن الحلول الدائمة لأن المشاكل هي مشاكل دائمة وليست مشاكل ضرفية فإذا ما كانت مشاكل أسعار مشاكلها معناه ربما اعتداء على أمن الدول وعلى إسقاط بحجة إسقاط أنظمتها فهذه القوى اليوم تدمر في البلاد العربية الواحدة بعد الأخرى دمرت الصومال دمرت ليبيا دمر اليمن دمرت سوريا دمر العراق ويجب أن نحذر وأن لا نقول بأن العملية قد انتهت العدو على الأبواب والقوى الكبرى على الأبواب وهي تتربص بنا ما لم نتوحد وما لم نرسم خطة استراتيجية للخروج من هذه الأوضاع المأسوية وذلك عن طريق نظرية بناء الدولة بكل ما تتطلبه من معناه متغيرات أستاذ علال دائما في نفس الحديث قضية بناء الدولة قضية الرؤية الاستباقية لدى القيادة الجزائرية اليوم نحب ونكره نحن ننتمي وحق لنا أن نعتز وأن نفتخر أننا ننتمي لدولة قائمة بأركانها تستشرف المستقبل تعرف دبلوماسيتها لها من الحنكة ما يؤهلها لتدوير الزوايا الحادة في العالم العربي وحتى في غير العالم العربي هل برأيك اليوم أستاذ علال أنه قمة الجزائر والرهان عليها حسب تصريحات وزير خارجي سيد رمضان العمامرة يقول أنها ستكون قمة متميزة هل الرهان اليوم يمكن أن يصل إلى حد تذليل الصعاب في مساحات متاحة وممكنة للعمل العربي المشترك بعيدا عن الملفات الساخنة والشائكة التي يمكن أن ترجع في مكانها ولن تحول دون العمل على هذه المساحات التي تعود بالفائدة على المواطن العربي تحميه تكرمه تعزه وتعطيه تنمية دائمة شوف أنا باش نستمر في مجهودات الجزائر نقول بأنه ربما قليل من الدول في ظرف دولي حالي كان ممكن أنه تبذل المجهود لبذلاته الجزائر لأنه المجهود متاع الجزائر ما بدأش هدو أسبوعين أو ثلاثة الجزائر عندها الآن سنة ونصف ويتشتغل حتى في وقت الكوفيد وكانت تشتغل ولكن تتذكر كانت تاريخ الأولي لعقد القيمة العربية كان في مارس 2022 وبعدها الجزائر عاودت تقتار حتى بالموافقة العربية أول نوفمبر واثنين نوفمبر 2022 العمل هذا اللي استمر منذ سنة استمر على عدة ملفات وعدة يعني محاور المحور الأساسي كان هو المحور الفلسطيني والمحور الفلسطيني الجزائر ما عملتش واحدة عملت بالتنسيق وهذا كان في البيان تعلق القوى الفلسطينية عملت مع قطر عملت مع مصر عملت مع السعودية شاركت إخوانها العرب في كامل الآن الأمر ما وش متعلق فقط بالجزائر والجهدنا نسميه الخرافي اللي بدأت الجزائر حتى تنجح القيمة هدية في الوقت الجزائر تنعم بالاستقرار والحمد لله ربما الجزائر ما هيش هي اللي في الوقت الحالي وفي الوقت الراهن ما هيش هي اللي محتاجة أكثر هذا الدعم العربي أكثر من كثير من الدول العربية وحدة أخرى اللي محتاجة التكاتفتها العرب وهذه الحقيقة يعني الوضع اليوم وكان نحله دولة بدولة ربما الجزائر في أريح هي من أمرها ولكن الحيث العربي عند القيادة الجزائرية والحيث التضامن عند القيادة الجزائرية وربما رد الجميل لكامل الدول العربية مدام تكمل كل مواد ثورة تحريرية ومشاركة العرب في الثورة التحريرية هو اللي يدفع والعقيدة أنت على القيادة الجزائرية عقيدة الوفاء هذا هو عقيدة الوفاء اللي جاية من بين أول نوفمبر الوفاء للانتماء هذا الشيء اللي يدفع دفعا وبصفة كبيرة القيادة الجزائرية البحث عن التوافق العربي اليوم العالم العربي ما بقاش العالم العربين تاع معاوية والسيد أحمد الطايع وحافظ الأسد ومبارك رحمهم الله والقدافي وأبو تفليقة القيادات اللي عمرت يعني عشرين وخمسة وعشرين وثلاثين سنة وكانت ربما فارضة واحد النوع من الاستقرار في المنطقة العربية العالم العربي اليوم هو عالم عربيين تاع قيادات جديدة من المشرق إلى المغرب يعني تقريب من 80% 90% من القيادات العربية حتى في دول الخليج التداول على المملكات والإمارات التداول جاب قيادات شابة في الآن نشوفه سيد عبد المجيد تبون واش استقبل استقبل رئيس عراقي اليوم رئيس مجلس الرئاسي في العراق رئيس مجلس الرئاسي في ليبيا رئيس تونسي رئيس الموريطاني الغزواني رئيس الصومالي كلها قيادات جديدة نعم كلها قيادات جديدة وهي قيادات اللي أنا نتوقع أنه عندها هذه نظرة مختلفة عن القيادات القديمة وحب حقيقة أنه تعمل في إطار عربي مفتوح لأنه اليوم حقيقة أركان الدولة مهمة وهل فرصة الجزائر مواتية يعني موثقية الجزائر ووقوفها في نفس المسافة من كل هذه الدول أنت تعرف خير من الدبلوماسية الجزائرية هل فرصة مواتية للخروج من هذا الراهن والدخول نحو الرهانات؟ نرى مستوى التمثيل يثبت ذلك مستوى التمثيل يثبت ذلك أنه حقيقة كينثقاف في الجزائر كينثقاف في الثقل من الجزائر كينثقاف في النظرة الاستباقية للجزائر نحن كنا دائما نقوله لما الجزائر لأنه العرب مكتشت تفكك الحقيق مكتشت ظهر يعني في المواقف السياسية الديبلوماسية في حرب الخليج الأولى نعم لو كاننا رجعوا تاريخيا الجزائر كانت واحدة من دول قليلة اللي رفضت التدخل الجنبي العربي في العراق رفضت الحرب العراق الأولى وحرب الخليج الثانية رفضت التدخل الأجنبي في سوريا رفضت التدخل واحدة من المشاكل التي عندنا مع السعودية والإمارات هي الملف اليمني للجزائر نظرة انتحة مختلفة ورافضة أنه ندخل في سيادة اليمن الموقف الجزائرية من ليبيا هي كذلك موضوع بل كخلاف مع مصر النظرة الجزائرية ولكن التاريخ كان دائما يعطي الحق للمواقف الجزائرية هذا الوقت أثبت أنه النظرة الجزائرية كان دائما نظرة ثاقبة ونظرة استشرافية بنهاية الموضوع نرجع للأصل أنه لو تبعنا موقف الجزائر والعرب التفو حول موقف الجزائر أكيد كنا ملحقوش اللي لحقنا له هنا والأضرار الجسيمة اللي تعرضت لها الشعوب العربية اليوم محتاجين عالم عربي منفتح على بعض وقت اليوم الأولوية المطلقة عالم عربي جديد استاذ علال؟ هذا هو جديد جديد بقياداته جديد بأفكاره جديد بالنظر عن تاعه للمستقبل حتى جديد كذلك بأليات عمله استاذ هواري تغرسي ما هي المجالات اللي يمكن اليوم المواطن العربي يعني يقع في إشكال كبيرة أنا قلت بأنه اليوم المواطن العربي في الجزائر أو في أي دولة عربية أخرى يطرح التساؤل لماذا لا أعيش كما يعيش الأوروبي يعني بنفس مستوى التنمية وغيره هل برأيك اليوم الجامعة العربية على استعداد وفق ما قال أستاذ علال وفق ما قال الأستاذ رزيك كذلك الجامعة العربية بقياداتها بالزعماء اللي حاضرين فيها وبينعقادها في الجزائر في هذه القمة على استعداد للقطيعة مع أساليب الماضي البارح وزيرنا وزير الخارجية سيد رمطان العمامرة قال أنه رح تكون مفاجآت في القمة العربية يعني هتكون استثنائية في المجال التنموي أستاذ هواريتي غرسي هل ماذا يمكن أن نحقق في المجال التنموي في غيره من المجالات الأخرى اللي يعني عاطلة وأصابتها العطالة لأسباب المواطن العربي أصبح لا يفهمها يعني كيف لا يعيش المواطن العربي تنمية كاملة أسمع منك بعد الفاصل إذا كانت كرمت أستاذ هواريتي غرسي مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نوصل نقاش في أحضان القمة العربية التي تحتضنها الجزائر جزائر نوفمبر جزائر المجد جزائر الوفاء للوطن العربي جزائر الشهداء جزائر كذلك الإنبعاث الحضاري إذن نلتقي بعد الفاصل مشاهدين الكرام فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا اشتركوا في القناة إذن مشاهدين الكرام أحبكم مجددا فالجزء ثاني من هذه الحصة الخاصة لمتابعة الحدث العربي والجزائري بامتياز قمة الجزائر بطبيعة الحال وقمة القمة العربية التي يحتضنها شهر نوفمبر شهر الثورة هذه القمة التي جاءت رمزيتها في استعادة سيادة واستعادة الدول العربية لسيادتها باعتبار أن الجزائر سيدة قرارها بامتياز سيدة قرارها بامتياز كنا نتحدث قبل قليل مع ضيوفنا الكرام مع أستاذ واريتي غرسي حول واقع المواطن العربي اليوم هل قمة الجزائر اليوم ستستجيب ستعطي إجابات حلول للمواطن العربي من خلال شحذ همم القادة العرب على ضرورة استعادة قرارهم وسيادتهم كاملة وممارسة هذه السيادة كاملة لتعود بالفائدة على المواطن العربي محمد لازم نذكر أنه كان بعض النقاط الموجودة وبعض الموشيرات التي كانت موجودة في المرحل السابقة بعد أيام تقريباً أيام وهنا طبعاً نشوف القرار اللي كانت فرضات الأوباك ولما نعرف الأوباك بلوس هي طبعاً هي كلها تقريباً أغلبيتها دول عربية معنات الجزائر ليبيا العراق قطر كويت كل دول موجودة في الأوباك بلوس وعطاً طبعاً قرار لتخفيض من اليوم أقل أو طبعاً ثنين مليون برميل لتحكم في الأسواق العالمية لفرض الأسعار لطبعاً تحقيق سواء بالنسبة للمآرب الشخصية بالنسبة لهذه الدول سواء بالنسبة للسوق العالمي اللي كان طالبت أمريكا شفنا الزيارات في الأمريكا في المرحل القادمة السابقة لعدة دول طالب منها أنه ضخ البترول في السوق العالمي حتى تنخفض الأسعار وحتى طبعاً يستفيد الأوروبي والغربي من هذه ولكن لحظنا طبعاً قرارات شجاعة في أول مرة في التاريخ تقريباً يعني ما تحقق في أوباك بلوس ممكن أن يتحقق في مجالات أخرى نعم هذا مؤشر إيجابي بالنسبة لهذه القمة ويمكن استغلاله في هذه القمة جانب آخر حتى بالنسبة للمنتدى العالمي للغاز شفنا طبعاً الإشكالية وشفنا أنه التهديدات الغربية ونشاط الأستاذ لما يقول أنه المستقبل رح يكون فيه تهديدات لدول عربية ولكثير من دول أكثر من السابق شفنا أنه طالب الاتحاد الأوروبي بتسقيف الأسعار أو الغرب بتسقيف أسعار الغاز وشفنا القرار طبعاً من طرف المنتدى العالمي للغاز أنه لا طبعاً لا يتماشى ويرفض طبعاً بتاتاً هذا القرار مع أنت شوف الإشكالية الليوجودة شوفوا كذلك أنه الاستقرارية اللي موجودة في تنظيمة حتى المنتدى العالمي للغاز من هما الممثلين أو 19 دول المثلة للمنتدى أغلبية دول عربية مع أنت بنفس الطريقة ضروري أنه نخرجه طبعاً بمخراجات مهمة مرتبطة سواء بالنسبة للأمن الغذائي سواء بالنسبة للأمن الطاقوي سواء بالنسبة للإشكالية اللي موجودة في الدولة العربية هي الأمن المائي كذلك سواء بالنسبة للأمن الصحي سواء بالنسبة للرقمنا كثير من النقاط اللي نظن نحكو على 24 بند في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وكذلك اللقاء اللي كانت مع وزراء خارجية تقريباً 19 بند رح نشوفه المخلجة نتاعه في المرحل القادمة ولكن نعود لسؤالك اللي مرتبط بهذا الجانب أنه من حق طبعاً المواطن العربي لأنه شيء في العالم ما بقاش في الفكرة اللي كانت قديمة أنه ما عنديكش معلومة لكن يومياً تقدر معلومة وتقدر تواصل مع اللي في كندا ومع اللي في أمريكا ومع اللي في دروح دخرة إمكانيات موجودة كيف يمكن استغلال هذه الإمكانيات الموجودة لتحقيق هذه الوثبة في هذه المرحلة لأنه شفنا تحركات وشفنا حتى من الجانب الجيوسياسي أنه تقريباً عالم تغير وشفنا الانحلال طبعاً اللي كان موجود بالنسبة للاتحاد الأوروبي شفنا التناقضات اللي كانت موجودة في الاتحاد الأوروبي لأنه محمد كان نقطة مهمة جداً نذكرها أنه يبني التكامل خاصة التكامل طبعاً العربي أولاً الدين الإسلامي محمد لأنه قانية قضية فلسطينية نحن ما نصرنا قانية قضية فلسطينية لأنه نحب فلسطين لأنه نحب طبعاً الدين الإسلامي وطبعاً لما نحكو على فلسطين طبعاً هي أول القبلتين وطبعاً ثالث الحرامين مهم جداً هذا بالنسبة لنا الدين طبعاً يمشي في عروقنا فلسطين ما عندناش نحب أمو مازنو نحب لا لا نحن فلسطين كهيئة كمركز كدين كمشاعر بالنسبة لكل الدول العربية تحب هذا الجنب نقطة واحد أخرى أنه مش فقط في الجنب هذه النقطة ثانية أنه اللغة أنه سهولة اللغة بين الدول العربية ولما تشوف التقاء خاصة دول العربية مثلاً وكل الدول الإسلامية هناك من يؤهلها لتصبح أولى أول لغة في العالم نعم لغة الخطاب لغة الخبز لغة العمل لغة التجارة وثالثاً طبعاً المساحة تقارب المساحات والمساحة تقريباً هي مساحة وحدة وموتة هذا الثالثاً ورابعاً طبعاً تنوع الموجود لأنه هنا لما بلغة اقتصادية نقول مصففة المخرجات والمدخلات موجودة في هذه الدول مع أن يمكن تحقيق طبعاً توازن والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وموريطانيا لأنه عندهم أمور ونعطهم أمور بين الجزائر ومصر ما هي المواد اللي ممكن نستقطبها من مصر ونعطولها هكذا بين طبعاً الجزائر وسعودية بين كل الدول مع أنت عكس كثير من الدول اللي لن نحكو على موارد التاقة موجودة موارد طبعاً في لحية موجودة موارد من جميع موجودة كل الموارد موجودة ولكن لما نروح لأوروبا ما كانت تكامل فيما يخص الموارد يعني هناك اختلال في معادلة العرض والطلب نعم نشوف المعادلة تكامل بالنسبة للمواد الطاقة غير موجودة في أوروبا بالنسبة للغاز غير موجودة بالنسبة لبيترور غير موجودة بالنسبة لكثير من المواد الخام إما هي من دول عربية إما هي من دول طبعاً العالم وخاصة الدول الإفريقية مع أنتها شروط التكامل الاقتصادي بغض النظر عن القرارات السياسية متوفرة كيف يمكن أن نحدث هذه الوثبة؟ من خلال المشاركة نقول بكل صراحة وطبعاً لما نسمع للوزير الخارجي الأمس يحكي على دور المجتمع المدني دور طبعاً مرافقة الشعوب دور ضغط الشعوب في المراحل القادمة لتأسيس هذه المنظومة بسبب كل صراحة كيف يمكن أن نخطط وهنا نشوفه لما نحكي على الجامعة العربية ونشوف طبعاً الصندوق والتنظيمات اللي موجودة صندوق النقطة العربية تقريباً هذه السنة استثمار بمليار سبعاً دولار لما نشوف المبادلات البينية بين الدول العربية تقريباً عشرة بالمئة فقط من حوالي ثمن مئة يعني لا تكاد تذكر طبعاً حتى الأرقام حتى الأرقام ممكنة للأستاذ نام تختلفوا أن نقول لك 10 بالمئة والأستاذ يقول 11 بالمئة وحد أخر يقول لك 9 بالمئة حتى الأرقام غير معروفة أساساً وبتالي أنه نحتاج إلى تحريك لما نشوف بعض التنظيمات الموجودة في طبعاً الصندوق أو في ما يخص الاتحاد هذا مرتبطة بالاقتصاد الزراعي تطوير الاقتصاد الزراعي النظرة طبعاً بالنسبة للاقتصاد الزراعي ولكن في الواقع أنا نقول كتنظيم موجود جميل جداً هناك طبعاً استشراف وطبعاً استراتيجية لعمل منظم ولكن مدى تطبيق هذه القرارات هو مهمة لأن المسؤولية اللي قالها البلحوزة الخارجية قال يتحملوا المسؤولية طبعاً في مدى تطبيق القرارات للجزائر في المراحل القدمة وهذه هي النقطة التي رافعت عليها الجزائر وهذه اللي لازم يفهمها المشاهد الجزائري والعربي هو أن الجزائر رهنت منذ 2005 على ضرورة إصلاح الجامعة العربية على ضرورة إصلاح اتخاذ القرار في الجامعة العربية على ضرورة إيجاد آليات إلزام القادة العرب والدول العربية بالالتزام بالقرارات المتخذة داخل الجامعة العربية أستاذ رزيق هل برأيك اليوم موضوع إصلاح الجامعة العربية ممكن يتحقق في قمة الجزائر لأنه أصبح من غير المعقول ومن غير ضروري أو من غير المقبول أن تتخذ قرارات في جامعة في قمة عربية ثم بعد ذلك بعد سنة بعد عشرين سنة نناقش نفس القرارات ونخرج بنفس القرارات بعد عشرين سنة وكأنه نستنسخ القرارات الآن الجزائر تريد أن توجد آليات إلزام دول العربية بالالتزام بالقرارات المتخذة كيف يتأتى ذلك أستاذ الرزيق نعم شكرا على السؤال هو فيما يخص قضية إصلاح الجامعة العربية فهي قضية مطروحة منذ سنوات عدة لماذا؟ لأن جامعة الدول العربية تأسست في مرحلة وفي زمن غير زماننا هذا تأسست في الخمسة واربعين اليوم سبعة وسبعين سنة قد مرت عليها الكثير من النقائص لوحظت حول أدائها وحول فعاليتها وحول النتائج التي توصلت إليها كما تفضل الأستاذ الكريم منذ قليل التجارة البينية التي نتكلم عليها كثيرا لم تتعدى 10% أو ربما أقل من ذلك إذن هذا الأمانة العامة التي أصبحت معناه حكرا على الدولة المنشئة على مصر بلد المنشئ هذا البلد المنشئ هذا كذلك هذه مسائل لابد من إعادة النظر فيها قضية قضية اتخاذ القرارات بالإجماع وهذا أمر معناه صعب جدا جدا حتى يتم التوافق عليه أو لإجماعه حوله كذلك النزاعات المطروحة بين البلدان العربية خاصة وأن مثاق الجامعة يقول لا نعتدي على بعضنا ولا نتدخل في شؤون بعضنا البعض لكن الواقع أثبت عكس ذلك للأسف إذن هل هناك محكمة عربية دولية إقليمية للفصل في هذه القضايا وللبحث فيها أعتذر منك أستاذ إذا كانت كرمت نذهب إلى المركز الدولي للمؤتمرات ثم أعود إليك إذا كنت إذا تكرمت يعني علينا إذن المركز الدولي للمؤتمرات يبدو أنه هناك إما ندوة صحفية أو استقبال رئيس دولة إذن مركز دولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال إذن نشاهد الرؤساء والقادة العرب يصلون اتباعا إلى الجزائر ونتمنى من هذه القمة أن تكون في مستوى تطلعات المواطن العربي الشاب العربي الشابة العربية أن تكون في مستوى تطلعات الطموح العربي اليوم في مستوى الظرف الدولي المهم جدا والذي هو ظرف مناسب حسب المعطيات الدولية إذن نشاهد سيد عبد المجيد تبون يواصل كذلك استقبال لضيوف الجزائر استقبال لضيوف القمة العربية قمة الجزائر بطبيعة الحال قمة الجزائر هذه القمة التي تنعقد في أجواء نوفمبر نوفمبر استعادة السيادة نوفمبر اتخاذ القرار قرار كسر القيد قرار استجابة القدر يعني قرار اللقاء مع القدر قرار التحرر من ربقة الاستعمار الذي تخذه أسلافنا المجاهدون الذين فجروا ثورة نوفمبر فحرروا هذا الوطن إذن هذه الرمزية يا رمزية كبيرة جدا تنعقد في ثناياها وفي أحضانها قمة الجزائر القمة العربية الواحدة والثلاثون إذن نشاهد وصول القادة العرب والزعماء العرب اتباعا إلى الجزائر وهذا يثبت مستوى التمثيل والحضور في هذه القمة التي أصبحت إذن إذن أستاذ أرزيق نعود نقول لك إلى مسألة القرارات التي تتخذ داخل الجامعة العربية وضرورة إلزام الدول التي تتخذها قضية الإجماع وغيره في قضية القرارات التي ينص ميثاق الجامعة أنها تأخذ بالإجماع وإذا أخذت بالأغلبية فهي لا تلزم إلا من صوت عليها أو اتخذ هذا القرار لكن دعني أشير إلى قضية مهمة جدا وهو مؤتمر القمة العربية أوت 1969 بعد حرب حال 1967 بعد حرب جوان 1967 المؤتمر الخرطوم اتخذ قرارا تاريخيا لا 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 السلام السودان تقصد السؤال نعم الخرطوم السودان السؤال هو ماذا تغير هل حررت فلسطين حتى اليوم معناه نهرول نحو التطبيع ونحو عقد الصفقات على ظهر إخواننا الفلسطينيين وعلى ظهر القضية الفلسطينية لا أظن ذلك لهذا كان لزاما أن نجلس جلسة أخوية ونصارح بعضنا صراحة أخوية وأن نأخذ بعين الاعتبار أن أيها العرب إن لم كما قال الشاعر قديما معناه أبلغ بنو إياد وخلل في سراته إني أرى الرأي إن لم أعصى قد نصع العرب إن لم يعالجوا أو ضاحهم فإنهم سوف يذهبون نحو مزيد من التشرذ ومزيد من التمزق وهذا لا سمح الله سينعكس على أمننا وعلى وجودنا وسوف نصبح أثرا بعد عين أثرا بعد عين أستاذ لا قدر الله على كل حال أستاذ علال هل برأيك اليوم الإصلاح العربي ممكن أن يتأتى منه شيء في قمة الجزاء اليوم ونحن قبيل انطلاق القمة نشاهد سيد المجد تبون يواصل يعني استقبال للزعماء والقادة العرب الذين توافدوا ويصلون اتباعا إلى الجزائر والله أنا كذلك حبيت نعلق على هذه الصور التي نعيشها معكم على المباشر وهي لحظات للفخر والاعتزاز نعم لأنه هي لحظة تاريخية في قمة تاريخية شعارها تاريخي هو لم الشم لم الشم نعم الآن وش رح يكون في مستقبل العرب ما رح تحد قمة واحدة مع واحد ولكن الأصعب في كل شيء لكن مسافة الميل تبدأ بخطوة تبدأ بخطوة واحدة كان للجزائر الفخر وكان للجزائر العزة وكان للجزائر الفرصة أنها تكون هي أول خطوة في عادة تبعث لم الشم العربي والعودة إلى العمل العربي المشترك والعودة إلى القرارة العربية القوية لوقت ما لحقت إلى سنة تلاتة وسبعين إلى غلق صنابير البترول التي تمشي للدول الأخرى لما جاءت الحرب العربية الإسرائيلية أنا أقول بأنه حتى الكثير من الأمور تغيرت ولكن ما بقى لتأمين بالأمم العربية لما تكون عندك أمم عربية من الجانب الجغرافي تمثل حزام يتوسط العالم حزام متواصل لما تكون عندك 10% من مساحة العالم من مساحة اليابيسة في العالم لما عندك حوالي 60% من مخزون النفط العالمي نملكه من المؤهلات عندك 30% من مخزون الغاز العالمي لما عندك سناديق سيادية فيها 2.5 تريليون مليار دولار لما عندك مدخيرات في الخارج فيها حوالي 1050 مليار دولار لما عندك تصدير سنوي تقريبا 100 مليار دولار أنت مؤهل لأداء دور أحسن من ما هو مقبول تاريخ لن يا رحمان كعرب على أن نعيش غير معيشة الأثلياء معيشة الراخاء معيشة العزة والكرامة إن شاء الله تكون الجزائر الانطلاقة أو 6 غرسي في عجالة فقط يعني القمة ستنطلق بعد دقائق هل أنت يعني متفائل أكيد المتفائل لأنه مقارنة كما قال السيالي بالإمكانيات مقارنة طبعا بالحس طبعا الحس لأنه شفنا قلنا حركية قبل هذا اللقاء ونظن أنه هذا الحس سوف ينتقل ويستغل طبعا في هذه الحركية اللي موجودة داخل القمة وبالنسبة لحاجة وحدة أخرى مهمة جدا هو دور المجتمع المدني والضغط المجتمع المدني على طبعا المسؤولي هذه الدول لتحقيق طبعا التكامل اقتصادي لتحقيق طبعا لما الشم لتحقيق أو توافق لسيد الوزير الأول لزورة الجمهورة وزير الخارجية يحكي على التوافق لأنه الطريقة التي وديرت بها كل جلسات سواء بالنسبة للمندوبين أو طبعا المجلس الاقتصادي الاجتماعي أو حتى طبعا مجلس وزراء وحتى طبعا رؤساء رح نشوفه طبعا طريقة اللي أطات أكتر حرية بالنسبة لي اتخاذ القرار معناتها من خلال التكامل في الأراء من خلال طبعا التوافق اللي كان موجود وتم تغيير عتى البرنامج لتسير له للوزير الخارجية يحكي على البرنامج اللي كان مسطر تم تغييره في عدة مرات وتم الاستماع وطبعا لكل الانشغالات وكل المقترحات نعم أشكرك أستاذ هواري تغرس ينتهي محل الاقتصادي وخبير اقتصادي أشكر أستاذ رزيق كذلك أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية أستاذ علال بثلجة نائب رئيس المجلس الشعب الوطني أشكرك كذلك جزيل شكر مشاهديني الكرام أربط الاتصال مباشرة بالزميل الشيخ بوعافيا المرابط في استوديو البلاد لمتابعة ومواصلة تغطية الحدث حدث القمة العربية بطبيعة الحال والتي يحتضنها نوفمبر نوفمبر الشهداء نوفمبر المجد والخلود نوفمبر الإنعتاق من ربقة الاستعمار وافتكاك السيادة وسيادة صنع القرار في هذا الوطن المفدى إذن مشاهديني الكرام سعداء دائما بخدمتكم نواصل خدمتكم إن شاء الله غدا في نفس المكان للحديث على وقائع هذه القمة إذن إلى ذلك نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر